الفترة انا انت رحت فيها نادي الزمالي دي كنت بسمع دايما اخبار انه كان الاهلي كمان طالب ان يضم الكلام ده كان مجموعة انا في المقاولين جولي العرضين من نادي الاهلي الزمالي وعايز اقول لك ان انا برضو مضيت في نادي الاهلي قبل ما رحت الزمالي مضيت مضيت كما كابتن علاء عبد صادق كم دعمت في 2015؟ 2015 مضيت عنده بس انا بجد يعني الفترة دي كنت برجح بالنسبة الاحتراف وجالي عرض فعلا بس مش عايز اقول ضغوط بس عايز اقولك ان الظروف في النادي كانت الموضوع مرجحين نادي الزمالي اكتر انا كنت يعني عايز فكرة انا لسه كان سني 19 سنة 18 سنة فعايز احترف بجد انا فاكر لما روحت نادي الزمالي انا كنت في تجامع منتخب اصلا فاكلموني وروحت مضيت في نادي الزمالي ورجعت المنتخب تاني بس هي خطبة بالنسبة لي انا استفدت لها تير جدا ايه هو وقتها انت كنت مضيت للنادي الاهلي رغبة في الانضمام للنادي الاهلي بس من كل العرب كان عايز يوديك نادي الزمالي مش هقولنا مش المقاولين يعني في يعني مش عايز اقولها بشكل تاني بس يعني كان في اشخاص كان في اشخاص في نادي المقاولين كان يعني مرجحة ان انا اروح لزمالي اكتر من انا حتى احترف بره يعني هو شايفين كده وانا بالنسبة لي يعني العيب مختلف ولبيت رغبة النادي وروحت نادي الزمالي طيب والعادة اللي انت كنت ماضي مع النادي الاهلي وقتها عملت في ايه لا ما خلاص ما حدش تكلم فيه خالص ولا تكلم في حالتين ايه ايه مع النادي الاهلي ما لكش انت ماضي معانه هنعمل مشكلة لا لا المعضوع كان بالتراضي كان مضحب طيب انت بقى بالنسبة لك انت شخصية شايف المستقبل بالنسبة لك ازاي انا متأكد ان وانا قاعد قدابي الوقت انت عملت افكر في التاريخ والدوني يعني بالضبط يعني انت بتقولي فانا بحاول استرجع الزكريات ان انا عايز ارجع مهاجم منتخة مصرية اكيد طبعا اكيد طبعا يعني ده اللي انا بسعاله وانا متعودتش هياس يعني لو است كان زماني زي ناس كتير ما كملتش بس انا هفضل اكمل لحد ما وصل هدف اللي انا عايزي يعني